ايام وتصل حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس كارل فينسون الى بحر اليابان بامر من الرئيس الامريكي اجراء قد يكون احترازيا اثر اعلان بيونج يونج نيتها اجراء تجارب نووية جديدة ما زاد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الا ان ثم تراجعا وتذبذبا في نبرة الموقف الامريكي حيال سبلي كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي فبعد ان قال دونالد ترامب ان ارسال اصول قوي باتجاه شبه الجزيرة الكورية يهدف الى ردع بيونج يونج وبعد ان صرح نائبه مايك بينس بان الاستمرار على الدبلوماسية ذاتها امر لم يعد مقبولا يتغير الحديث الى ان ابحار حاملة الطائرات يأتي في الاتجاه المعاكس وذلك للقيام بمناورات عسكرية مع البحرية الاسترالية ويقول نائب الرئيس الامريكي ان الحل السلمي مع كوريا الشمالية لا يزال ممكنا في حال مارست الصين ضغوطا عليها امتلاك بيونج يونج سلاحا نوويا يشكل تهديدا لنا وللمنطقة والدبلوماسية التي ينتهجها العالم مع كوريا الشمالية منذ ربع قرن لم تعد مقبولا لكننا نرحب بالدور الصيني في الضغط على حليفتها والتوصل الى حل سلمي وتأتي الاشادة الامريكية بالدور الصيني بعد تحسن العلاقات بينهما ما قد يردع كوريا الشمالية بتريقة ما عن اي تصعيد محتمل ضد جارتها الجنوبية او الجارات الابعد كاليابان والولايات المتحدة الذين بدورهم يشاركون في منورات عسكرية تحسبا لأي تصعيد محتمل سمح السيد العربية سمح السيد العربية